قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلام معروف إن الجريمة الجديدة للتير تكبها جيش الاحتلال الصهيوني صباح ثلاثاء باستهداف المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت ترفع أعداد شهداء الذين قتلهم لاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من أربعمائة شهيد وألف وثلاثمائة جريح حتى الآن معروف وفي تصريح له أكد أن من يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل الحديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع ويؤكد أن السياسة التجويع هي عنوان مخطط لاحتلال حاليا إلى جانب ما يقوم به من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وفق تعبيره